تتجه السياسة الفلاحية بيتيرت إلى تنويع المزروعات تدعيماً لقطاع الحبوب واستغلالاً للمساحات الشاسعة التي تمتاز بها الولاية خاصة بالجنوب حيث تتوجه تعاونية الحبوب بفرندة والمصالح الفلاحية للتعريف بزراعة البقولية الأفاقة تتبرمج حول تطوير المجهود حول زراعة البقولية خاصة في المنطقة هذه لتقريباً استغلالات عن زراعة البقولية هذه لا يشعر في الأهمية تحها بدرجة الأولى نحاول كامل الفلاحين بها يعرفوا دور البقولية في خدمة الأرض في المنتوج في تدعم الإنتاج الدولة في كامل ما يدين نلحقوا 15 هكتار والأهداف تكون أكثر من نصيبون حتى 200-300 هكتار فزراعة البقوليات لا زال الكثير من الفلاحين يجهلونها ولا يعلمون مدى أهميتها بالنسبة لتطوير هذه الشعبة لما لها من فائدة للفلاح وأرضه ما زال ما أدمنها سحنا هذا أدو من المرارة ما أدن نسوفه فيه نخدمنا الفلاحة القمحة الزراعة الفانينة هذا كان يديروا غيء كل واحد يدير قنطار إن شاء الله تلك النجاح للاقتصاد الوطني تلك النجاح للاقتصاد الوطنيات لا تكون لدينا خارج إن شاء الله على ما جاي فتوسيع مساحة زراعة البقوليات بيتيارت أصبحت من الأولويات لتنويع الإنتاج وأصبح على الفلاح التأقلم معها والانفتاح على الاستثمار في هذه الشعبة التي تعول عليها الجهات المختصة لتحقيق قفزة نوعية بقطاع الفلاحة بيتيارت